طيب نروح بقى لفريق كورت السلة فريق رجال سلة الأهلي يفوز على هليوبلس في دوري السوبر فريق الأول لكورت السلة رجال بالنادي الأهلي حقق فوز مهم على حساب نظيره فريق هليوبلس في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس ضمن منافسات بطول الدوري السوبر وقيمة المباراة على صارة الأمير عبدالله الفصل بمقر النادي الأهلي بالجزيرة وشهدت أداء قوي من جانب الفريق لتنتهي بفوز الأهلي بنتيجة 161 وكان فريق رجال سلة الأهلي قد نجح في تحقيق الفوز في المباراة السابقة على الطيران بنتيجة 88-57 ضمن منافسات بطولة دوري السوبر طبعا دوري قوي دوري السوبر وذلك ما حضرتكم معرفين هي البطولة الأهم يعني أهم من دوري المبطرط وأهم من البطولة بطولة الكاس هي دوري السوبر داي البطولة الأساسية ونتمنى لهم التوفيق فيها تعالوا نشوف تقارير مع نجوم فريق أهلي كورت السلة بعد المباراة ونرجع نكمل كلامنا الناس كلها زهرت بشكل كويس أو الموتش في الراحة جاي كنا لازم نبدأ بداية كويسة نبعد الترسال اللي احنا جاهسين ومتمرهين كويس وعدوة المصابين برضو ده ساعدتنا قوي الحمد لله المكسب واداء كبير في بداية المشواري عامة الراحة جاي عشان يدينا سكر المنشادة الجاي ان شاء الله لازم تفضل عندك التيمبو ده تفضل تلعب بلا 40 ديئة عشان ممكن نهارده رسكور فارق ما ينفهاش تخسر الريتم بتاعك في أي وقت من الماتش لازم تفضل على طول بتلعب الريتم ده عشان يجي ماتش عشان تعرف ترجع للتيمبو ده مش بيبقى بسهولة لازم تفضل ما كانش الريتم ده تلعب بها على طول طول الماتشات عشان ما تيجي يبقى ماتش كله 40 ديئة يعني الجيم قريب يتفضل بتاعب بنفس الريتم طول الجيم طبعا الحمد لله فوز يعني بعد تعب والحمد لله ماتش لسه اول رايح جاي ونسه بنستعد وندخل في الريتم والحمد لله ربنا كرمنا طبعا بالفرق الكبير ده بس احنا مركزين اكتر في ماتش زي مالك ان شاء الله هيبقى ماتش جامد طبعا فاحنا نستعد له من دلوقتي وبس ان شاء الله طبعا هو الماتشي بن سهل عشان المجهود كان احنا عملنا مجود عليه جدا في الدفاع فده باين انه ماتشي سهل بس طبعا فرقة تانية كويسة جدا فيه عناصر كويسة يعني الدوري تقريبا كله مفيش فرقة سهلة فرقة صعبة بالعكس كل فرقة كويسة احنا اللي بالفرق والمجهود والتعليمات بتاع تلك كوتش طبعا احنا الدفاع بتاعنا يبقى محكم جدا ان احنا نعمل الفرق ومبقى لالنس ان هو الموضوع سهل اوي كان في الاول يمكن بدأنا يعني النسكور يعني الدفنسان مكنتش احسن حاجة ويمكن برضو اللعبة ممكن تكون بتفكر في ماتش الزمالك اليوم السبت فممكن يكون بدأنا يعني الدفاعين مش احسن حاجة لكن مع الماتش يعني مع ماتش الكورتر تاني وكده بدأنا نعلى في النسكور كل التوفيق لفريق سلة النادي الاهلي الحقيقة مستر اجوستي بوش ومش عايز انسى كمان دور كابتن طارق الغنام المدير المسؤول عن هذا الفريق مدير الفريق الحقيقة اللي اتنين يعني عاملين حالة في فريق كرة السلة اللي جاي من منافسة كان متأخر فيها شوية ولكن مع وجود كابتن طارق الغنام اسطورة كرة السلة ومستر اجوستي بوش اللي هو راجل اضاف كتير لكرة السلة المصرية فالحقيقة لا هم نتمنى لهم التوفيق